وأكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق في اليمن على الشراكة بين البلدين على المستوى الاقتصادي مشيرا أيضا إلى التعاون الاستراتيجي في تبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب نتابع لدينا قضايا مشتركة فيما يخص خطة الإصلاحات المتضمنة رؤية 2030 المهمة فنحن نسعى لنجاح وتفوق الاقتصاد السعودي وتنوعه ومنها مسألة تمكين المرأة في المجتمع وفتح المجال أمام الشباب لاستثمار طاقاتهم في المستقبل المملكة شريك مهم بالنسبة للولايات المتحدة ولدينا اهتمامات مشتركة خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات مع المخابرات السعودية التي تتعاون بشكل كبير في منع العمليات الإرهابية والتصدي للإرهاب العالمي هذا التعاون مشترك هو مع جميع شركائنا في المنطقة ولكن المملكة وبحكم دورها القيادي وتأثيرها على المنطقة فهي واحدة من أهم شركائنا في مسألة مكافحة الإرهاب والتبادل الاستخباراتي اشتركوا في القناة